اشتركوا في القناة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 10 و35 دقيقة مساء من مساء هذه الليلة الليلة الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلتي الطرف وهي للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في برج السرطان زي ما حكينا انه دائما ناخذ من صفات بعض الابراج او بتأثر علينا بشكل عام صفات اللي هي الاساسية في البرج فعشان هيك بالفترة هاي من الشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا مني اللي عمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبت ماء او شجيرة لانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح تكون زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون ساعة 2 و 12 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا او قد يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة 9 و 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 42 دقيقة مساءا بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية التقاوب السلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 11 دقيقة مساءا بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء ومن افراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا او بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 10 و 11 دقيقة مساءا ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم السبت حتى ساعة الصباح يعني لا الساعة 37 و 31 دقيقة صباحا يعني هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار رح تتشكل زاوية بطيئة طبعا الها تأثيراتها قبل ثلاث ايام او اربع ايام تحديدا ورح تستمر معنا طيلة الاسبوع يعني مدة الزاوية هاي تقريب الاسبوع القادم من يومها لا الاسبوع يعني لا يوم الخميس او لا يوم الجمعة وبتنتهي طبعا الزاوية هاي هي زاوية تربيع التربيع رح تكون سلبية بين الشمس وبين اورانوس الشمس اللي موجودة بالاسد البرج الناري وما بين اورانوس اللي موجود في برج ترابي يعني بمعنى اخر الجو رح يكون له بعض التداعيات الزاوية هاي رح تصير الساعة 11 و 46 دقيقة مساء هاي الزاوية ما صارت يعني عمرها ما صارت الا صار في احداث لها صعبة وهي دائما بتيجي على تمرد بعض الاشخاص بيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا في هاي الزاوية بتحدث امور الها علاقة بالثورات والانقلابات العسكرية الاغتيالات المشاكل الدولية في مثل هاي الوضعية دائما بيصير في نوع من انواع التغييرات او ازمات مفاجئة بتصير في حكومات احتمال بيصير بعض الاضرابات او اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة وهي بالدل كذلك على حوادث طبيعية طبعا بتيجي صعب كبير الها علاقة بالحرائق الها علاقة لانه الشم ازاي ما حكينا الشمس موجودة في برج ناري فالها علاقة بالشمس الها علاقة بالحرائق الها علاقة بارتفاع درجات الحرارة كمان بالدل على امور الها علاقة بالزلازل وسقوط الطائرات ممكن بعض المناطق تشهد امطار مفاجئة وكثيفة جدا لدرجة انه بتكون مثلا من النوادر انها تصير بالكثافة هاي وبرضو حوادث على السك الحديد او امور الها علاقة بتنقلات زي ما حكينا في حلقة الامس لانه برضو عطارد بشكل زاوية تربيع برضو مع اورانوس وان شاء الله انه ما بصير اي شيء طبعا القمر موجود في برج السرطان حكينا عنه عمر القمر اليوم انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 12 و 31 دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح 28 يوم نسبة الاضاءة بتصير 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية سعيدة بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 7 ثمانية سعيدة بنسبة 70% عطارد في الاسد حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة 55% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورب حتى يوم 28 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إش إنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم إش إنكم تحاضروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستامن تصرف أحدهم اتجاهك أهم إش إنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون كثيرة وممكن إنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إش إنكم تكونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية بدكوا تنتبهوا لكلامكم احفظوا خط الرجعة بتتمتع الفترة هاي برضو بلقاءات واجتماعات عمل مفيدة ممكن إنك تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات نظموا أموركم المالية وما تسمحوا للأقصاط بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات وما تخلي أي شخص إنه يغشك أو يدفعك لتوظيف الأمول برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض يعني تدريجيا وبتكون فيه نوع من أنواع النجاحات في أي تحرك أنت بتتحرك له خلال هذا اليوم أي فترة إيجابية ممكن تلمس من خلالها انفراج وتقدم برج الأسد طبعا ما زال التعب بسيطر عليكم زي ما حكينا في حلقة الأمس لأنه القمر صار موجود بالسرطان في بيت المتاعب إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل اخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة وممكن تخفي وراها عداوي أو مؤامرة عليك تجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها حاول إنك يعني تأخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تجنب وانتقاد أحدهم ممكن تحتاج لحجد التأييد في هاي الفترة باستطعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي يعني بكون فيها نوع من أنواع النجاح والانتشار يعني بمعنى آخر بتقدر تتعامل مع أي مجموعة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم إشي أنكم ما تشوهوا سمعتكم فالظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كن منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو اللهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات فترة إيجابية حاول أنك تستغلها برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغبوا في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاول أنك تخرج مع الأصدقاء امرح فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي وما تستعجل في عملية توقيع أو عملية تجارية حاليا حاول أنك تدرسها وتدرس الفكرة وتستشير أهل الإختصاص برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن بتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذروا من المواجهات الكلامية الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية ما تسمح باختلاق المشاكل حاذر من مخالفة التعليمات والقوانين وتعتبر هذه الفترة يعني هي من أسوأ الفترات الضاغطة خلال هذا الشهر برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم ممكن برضو أن تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على صحتك وحاول إنك تنتبه لأن الفترة هاي بتكون دقيقة شوي برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شي إنك ما تسمح لأي أحد بأنه يغشك هاي فترة بتحمل انفراج وتعاطف عشان هيك حاول إنك ما تقف مكتوف اليدين بل تحرك الفترة إيجابية على المستوى العاطفي ومستوى علاقاتك بالأحبة وعلى مستوى الحضوض حاول تستغلها بكل الاتجاهات وإكسب منها فعشان هيك نقول لك اتحرك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء